اشتركوا في القناة وكانت امرأته عاقرا فدعا لها الله جلت قدرته فحملت وولدت له غلامين توأمين عيسو والذي تسميه العرب العيس وهو والد الروم والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فأسموه يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بن إسرائيل كان إسحاق يحب العيس أكثر من يعقوب وكانت زوجته تحب يعقوب أكثر من العيس حدث خلاف بين يعقوب وأخيه العيس توعد على أثره العيس يعقوب بالهلاك فعلمت أمهما بنية ولدها العيس فطلبت من إسحاق أن يأمر يعقوب بالذهاب عند خاله الذي بأرض حراني وأن يبقى عنده حتى يهدأ غضب أخيه وهل ذهب فعلا؟ نعم يا أحمد ولكن هو في الطريق وعندما أدركه المساء نام فرأى في نومه معراجا منصوبا من السماء إلى الأرض والملائكة يصعدون فيه وينزلون فلما أفاق من نومه فرح بما رأى ونظر لله إن رجع إلى أهله سالما أن يبني معبدا لله سبحانه وتعالى وسمى ذلك الموضع بيت إيل أي بيت الله وهو موضع بيت المقدس اليوم فلما قدم يعقوب إلى خاله وجد أن له ابنتين الكبرى ليا والصغرى راحين فخطب الصغرى لأنها كانت جميلة فشرط عليه أبوها أن يرعى له الغنم سبع سنين فلما أتم السبع سنين فقام أبوها وليمة كبرى وزف إليه ليا وكان الوقت ليلا لما كشف يعقوب الخدعة سأله يعقوب يا خال لماذا غذرت بي وزوجتني لي إن العادة عندنا ألا نزوج الصغرى قبل الكبرى قال يعقوب ولكنني أردت راحيل اعمل لدي سبع سنين أخرى وأزوجك راحيل وكان زواج الأختين عندهم جائزا فعمل يعقوب سبع سنين أخرى وتزوج راحيل وأهد لابان لكل من ابنتيه جارية فولدت لي له العديد من الأولاد فوهبت له راحيل جاريتها فولدت له أولادا ثم وهبت له لي جاريتها فولدت له أولادا وأنجبت له راحيل يوسف عليه السلام وبعد أن أتم سيدنا يعقوب عند خاله عشرين سنة استأذنه بالعودة فرجع إلى دياره ومعه زوجتاه وابناه وكثير من الإبل والأغنام والعديد وبعد أيام من السير سمع أن أخاه العيص قد خرج له بأربع مئة رجل وماذا فعل سيدنا يعقوب؟ خاف غضب أخيه ودع ربه أن ينجيه وأرسل لأخيه الهدايا من الإبل والأغنام حتى يرضى عنه فلما لقيه العيص ظن يعقوب أن أخاه سوف يقتله ولكنه لم يفعل بل عانقه وأخذ يبكي فرجع يعقوب أخاه بأن يقبل هديته ثم ولدت له زوجته راحيل ولده بن يامين ولقد حدثتك يا أحمد عن الحزن الذي أصاب يعقوب عليه السلام وذلك عندما تآمر أبناؤه على يوسف عليه السلام والذي كان أحب أبنائه على نفسه حيث إنهم أخذوه معهم ورموه في البئر ورجعوا لأبيهم يبكون ملسقين التهمة بالذئب على أنه أكل يوسف لذلك أنت تسمع يا أحمد في الأمثال هذا القول أنا بريء من هذا العمل كبراءة الذئب من دم يوسف فعندما أحضر أبنائه قميص يوسف ووضعوا عليه دم شا على أنه دم يوسف لاحظ يعقوب عليه السلام ملاحظة ذكية وهي أن القميص غير ممزق فلو أكله الذئب حقيقة لمزق الذئب القميص لذلك قال يعقوب لأبنائه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون حزن يعقوب كثيرا حتى أن عيناه ابيضتا من الحزن وفقد بصره وبقي على هذا الحزن والحب ليوسف لأعوام وأعوام وكان إيمانه بالله وحبه ليوسف من أهم عوامل صبره تلك السنين الطويلة حتى التم شمله أخيرا مع ابنه يوسف وقد أصبح عزيز مصر وبعد سنين تحققت رؤيا يوسف والتي رواها لأبيه من قبل حيث قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وعندما حضر سيدنا يعقوب الموت جمع بنيه حوله وقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا له نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فلما اطمأن سيدنا يعقوب إلى أن أولاده لن يغيروا من بعده في دينهم شيئا وأنهم يعرفون دينهم وتعاليمه ويتمسكون بها استراحت روحه وتوفي عليه السلام وعمره مئة وسبعا وأربعين سنة إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير من العبر ترجمة نانسي قنقر